يعني عقدون جلسة من الصباح لليل يعني بس الدولة الوحيدة ترى سيد أمير اليوم الدولة الوحيدة اللي هي العراق يعني أي جلسة إذا بدينها من الصباح الفجر إلى ثاني يوم ما تخلص وما تخلص مو بلأ لأجل حسم موضوع مهم ما تخلص للصراعات العزبية داخل البرلمان وليس لمصلحة المواطن وإلا أنت مثل ما قلت حضرتك أنه بلد مثل العراق الآن يعوم على ثروة من الخيرات ثروة من النفط ولا زالت ليس لدينا مصانع ليس لدينا قطاع خاص ليس لدينا استثمار يعني لو لا اليوم نقمة أنا سميها نقمة مو نعمة نقمة النفط نحن يعني في خبر كانة حالنا حال الصومال يعني اتقي في أقل كبوة لأسعار النفط العراق يعيش مأساة اليوم احنا تفائلنا ببرنامج السيد السوداني بأنه يكون القطاع الخاص والاستثمار وغير من الأمور الأخرى يجب أن تنهض بالبلد ويجب أن تكون هناك قوانين تشرع لأجل أن ندعم هذه المسار لكن لليوم انت تشوفين العراق دجنونا كأنما دجاجنا كله نعم ليس لدينا صناعة ليس لدينا هوية صناعية توجد لدينا وزارات بعناوين بلا مضمون وزارة مع احتراماتي وزارة الصناعة ما هو انتاجها مو هسة من 20 سنة شون انتاجها ما هو وزارة الزراعة شون انتاجها لحد الآن العراق اللي هو وخلق للزراعة ويملك اعظم نهرين في العالم ويملك ارض خصبة نستورد الطماطة والبرتقال والله ذاك اليوم طبيت يعني على الوردة السوق أريد شيء عراقي ماكو مع العلم الفاكهة العراقية والطعم العراقي يختلف عن أي طعم آخر ماكو وين وجد فهو أغلام للمستورد طيب وين اليوم برلمان على المشروع تعزيز الزراعة تعزيز الصناعة يعني هذا القرار بتمليك وين العلاقة التكاملية بينه وبين الحكومة بارتني بملفات سيد أمير اليوم كتمليك الأراضي الزراعية هي كارثة بحق الزراعة والبيئة يعني بدل من قررحنا القرار العشوائي يجب العمل على فتح مدن بالصحراء اللي موجودة وتأوزيعها أيضاً للأصحاب الأراضي الزراعية وارجاع الزراعة مثل قبل يعني هسا وضعنا احنا وأراضينا الزراعية قبل 2003 لبعد 2003 صراحة ستوجدان يعني يوم أمس كان حوار مع أحد الأشخاص يعني يدري أن يشتري بيت يعني سألني سؤال حقيقة احترت به قال لي انطيني حيسكي أني أقدر أسكن به ضاعت حتى الهوية السكانية اليوم بغداد عبارة عن عاصمة العشوائيات هل تسن قانون في مجلس النواب أو إجا قانون للحكومة قررت الحكومة أن تنهي ظاهرة العشوائيات ضاعت الهوية السكانية في العراق يعني ما يصير أنت اليوم منطقة مثل مثلا مثلا يعني منطقة مثل زيونة تكثر بيها الشركات وتكثر وتنتهي الهوية السكانية منطقة مثل الداودي بالمنصور الآن يعني عفوا العذرا ملاهي ليلية في مناطق سكنية يطلعون الناس تشتكي وانتهت الهوية تحولت بين لذة وضحاها إلى مطاعم وإلى مولات وإلى 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 الهوية السكانية أنت الصوري منطقة مثل حي العدل يفتحون بيها يعني محلات ميكانيك في ترية حي العدل اللي هو من أرقى مناطق بغداد طيب هاي مو أشوائيات وين القانون اللي يحمل هوية السكانية وين القانون يحمل المواطن العراقي سيد أمير لذلك أنا أقول كثير من الأمور هي غابة عن البرلمان غابة عن البرلمان